السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان بفيديو سابق تحدثت عن بعض الأخطاء الشائعة المتعلقة بالجوب سينتا اللي ما تابع الحلقة فين ويتابعها من خلال الشريط اللي رح يظهر بالأعلى ومثل ما وعدكم اني رح يكون في حلقة تانية للحديث عن موضوع الحقوق والواجبات فبالتالي حلقة اليوم رح تكون متعلقة بهذا الموضوع عن كل شي بيرتبط بموضوع الحقوق والواجبات للشخص المسجل بالجوب سينتا رح أتحدث بداية عن موضوع الواجبات أولاً لازم تكون قادر على الذهاب على أي موعد بيطلبوا منك الجوب سينتا خلال أيام العمل يعني من يوم التانين ليوم الجمعة فبالتالي ممنوع السفر بدون إذن رسمي لأنه ممكن تتلقى بريد خلال هاي الفترة وقضاء يوم كامل خارج مدينتك أيضاً بيعتبروا الجوب سينتا بمسابة سفر فبالتالي ممنوع المغادرة أو السفر بدون الحصول على إذن رسمي من الجوب سينتا وفي حال أجاك موعد وكنت مريض مثلاً ففيك تزور الطبيب وتحصل على شي اسمه يعني بيان مرض وتقدمه مع الورقة اللي بتكون مرفقة بالموعد للجوب سينتا كعزر لعدم حضور الموعد وفي حال تغيبت عن الموعد تبعك من الجوب سينتا بدون تقديم عزر رسمي فبهي الحالة بتحصل على مخالفة أو غرامة مالية قيمتها 30% من المعونة الاجتماعية اللي بتحصل عليها لمدة ثلاثة أشهر وفي حال التكرار مرة تانية فبتصل لـ 60% من المعونة الاجتماعية أيضاً لمدة ثلاثة أشهر وفي حال تكرر هذا الشيء للمرة الثالثة ضمن السنة الواحدة فممكن يؤدي هذا الشيء لقطع المعونة الاجتماعية نهائياً ثانياً لازم تبلغ الجوب سينتا وتعلمه بأي تغيير بيحصل بحياتك على سبيل المثال لقيت شغل فبالتالي بتروبت أخذ له عقد العمل مباشرةً غيرت حساب البنك فبالتالي بتروبت أخذ له لحساب الجديد مباشرةً وأي تغيير بيحصل كمان بوضعك العائلي بحالتك العائلية فأيضاً بتخبر فيه الجوب سينتا وهذا الكلام ينطبق عليك وعلى جميع أفراد أسرتك ثالثاً بنهاية كل موعد بينك وبين موظف الجوب سينتا بتوقع على اتفاقية فأين باعونغ بينك وبين موظف الجوب سينتا عن الشيء المطلوب منك تعمله بالمستقبل مثلاً زيارة كورس للغة الألمانية أو البحث عن العمل فبالتالي كل شيء مكتوب ضمن هاي الاتفاقية يعتبر ملزم لألك ومطلوب منك أنك تنفزه بشكل كامل وعدم تنفيزه ممكن يعرضك أيضاً للمخالفات المالية فبالتالي انتبه على كل شيء كتبه الموظف ضمن هاي الاتفاقية أو الفاين باعونغ بينك وبينه لأنه مطلوب منك تنفيزه بالمستقبل وأنت بتوقع على هذا الشيء فقبل التوقيع اقراها منيح وانتبه على كل شيء مكتوب فيه لأن هذا الشيء رح يكون ملزم لألك لتنفيزه بالمستقبل ننتيل الآن للتعرف على الحقوق اللي بتحصل عليها لما بتكون مسجل بالجوب سينتا أولاً الحصول على معونات البطالة رقم 2 لضمان مصاريف المعيشة بالإضافة إلى آجار بيتك ضمن مساحة معينة بتتغير من مدينة لمدينة ومن مقاطعة لمقاطعة وحسب عدد أفراد أسرتك بالإضافة إلى التأمين الصحي ثانياً الحصول على معونات اجتماعية إضافية في حالة المرأة لعب تربي ولادة لوحدة يعني في حالة غياب الأب وكمان في حالة الأشخاص اللي بيحاجل لنوعية أغزية محددة مرتفعة السمن بسبب مرض مزمن مثلاً فهدول كمان بيحصلوا على مساعدات اجتماعية إضافية ثالثاً الحصول على مساعدات اجتماعية إضافية في حالة التعليم بالنسبة للأولاد والتكفل بمصاريف الأنشطة المدرسية مثل الرياضة والموسيقى وحتى مصاريف الرحلات يعني في حال مثلاً ابنك كان في عنده رحلة بالمدرسة بقيمة 100 يورو ففيك تقدم طلب للجوب سنتا وممكن أو على الأغلب رح يتحمل مصاريف هاي الرحلة ورح يتفعل قيمة المائة يورو حتى ابنك كمان يشارك بهاي الرحلة المدرسية رابعاً دفع مصاريف ترجمة الشهادات وتعديلة في حال كان هذا الشي بيساعدك على إيجاد فرصة عمل بالمستقبل طبعاً المطلوب منك بيكون أنك تقدم له 3 فواتير لـ 3 مترجمين مثلاً وهو بياخد الأرخص وبيتحمل أعباء وتكاليف ترجمة الشهادة أو تعديلة إذن كل هاي الأمور بيساعدك فيها الجوب سنتا في حال كان هذا الشي ممكن أني يساعدك بإيجاد فرصة عمل بالمستقبل خامساً بيحقلك تحصل على إجازة سنوية وإذن سفر لمدة 21 يوم بعد تقديم طلب والموافقة عليه فبالتالي ما بيعود الجوب سنتا بيبعت لك خلال هاي الفترة أي رسائل أو أي مواعيد إذن هذا الشي فيك تحصل عليه بكل بساطة بإنك تقدم طلب للجوب سنتا وبعد الموافقة عليه فيك تغادر ألمانيا أو إذا كانت حتى سفرتك ضمن الأراضي الألمانية لمقاطعة أخرى فخلال مدة 21 يوم ما بيعود الجوب سنتا بيبعت لك أي بريد أي رسائل أو أي مواعيد لأنه بيعرفك أنك أنت مسافر حالياً مع العلم أني هذا الشي مو موجود في دول أوروبية أخرى في كتير دول أوروبية ما بتعطيك الحق بالسفر ولا حتى لمدة أسبوع طالما عبتحصل على مساعدات اجتماعية لكن هون بألمانيا حتى لو عبتحصل على مساعدات اجتماعية فبيحقلك تحصل على أذن سفر لمدة 21 يوم سادساً وأخيراً مساعدتك في إيجاد عمل بكل الطرق الممكنة والمتاحة وهون بيجي دور الموظف أو الموظفة المسؤولة عنك إذن شغلت الموظف أو الموظفة أن يساعدوك قدر الإمكان على إيجاد عمل بس ما يشغلتون أن يزلوك أو ينطقصوا من كرامتك أو يتحدثوا معك بألفاظ نابية مثل ما عبتسمع من بعض المتابعين أحياناً هذا شي مرفوض نهائياً شغلة الموظف أو الموظفة بس أنه تساعدك على إيجاد عمل لكن في حال التأصير منك يعني في حال مثلاً ما عبتزور كورس اللغة عبتغيب كتير بدون سبب بدون مرض وفي حال مثلاً ما عم متدور على شغل وإنتوا كنتوا ضمن الاتفاقية متفقين أنك رح تدور على شغل فبهي الحالة بيقول له للموظف أو الموظفة أني حاسبوك على هذا الشيء إما عن طريق تنبيه شفاهي مثلاً أو عن طريق مخالفة مالية عن طريق مثلاً مخالفة مالية قد تصل إلى 30% أو 60% أو قطع المعونة نهائياً مثل ما ذكرت في بداية الفيديو إذن شغلة الموظف أو الموظفة يساعدك على إيجاد عمل وغير هيك ممنوع يتحدث معك بأي ألفاظ نابية أو ينطقص من كرامتك أو يزلك لأنك عبتأخذ مساعدات اجتماعية هاي ما يشغلته نهائياً هو شغلته بس يساعدك على إيجاد عمل وأنت في حال مثلاً تعرضت لهيك موقف ففيك بكل بساطة أنك تطلب تغيير الموظف وتروح لعند موظف آخر وأعتقد أنه مو كل الناس مثل بعضها يعني ما رح يكونوا كل الموظفين سايقين معك وأنت كمان تنتبه على أمورك وما يكون التأثير منك ما تغيب عن كورس اللغة بدون مبرر وكمان تبحث عن عمل في حال مثلاً انتهيت من كورس اللغة فحاول أنك تدور على شغل وما تضيع وقتك وتعمل بفيربونج فلما بتلتزم بكل هاي الأمور وبتحضر موعدك النظامي كمان فما أحدا بيقرب عليك نهائياً وما أحدا بيقطع سنت واحد من المعونة اللي عبتا اخدها هذا كان كل شي لفيديو اليوم أتمنى أني الأمور صارت واضحة بالنسبة لألكون إذا بتحبوا أني أعمل فيديو آخر أتحدث فيه عن طريقة حساب الراتب مع الجوب سنتا لما بتشتغل مثلاً وكيف بيكمل لك هو أو إيما تبتطلع من الجوب سنتا شو هو المبلغ أو الراتب اللي لازم تتقاضى للخروج من الجوب سنتا بشكل نهائي إذا بتريدوا مزيد من هالتفاصيل ضمن هاي المواضيع اكتبوا لي هذا الشي بصندوق التعليقات أسفل الفيديو كان معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان تحياتي لكم جميعاً وإلى اللقاء في فيديو قادم موسيقى 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 موسيقى